يعني كلنا زمان في مسرحية هزلية ما كناش تخبل الناس اللي أمه كفاء لكن الحمد لله اليوم عرس عرس لليبيا عرس للشعب الليبي بالكامل وإن شاء الله بيوفقنا والله أكبر والله أكبر عرس توج بعد مخاض عسير ودماء بذلت ليقف فيه الليبيون ويختار من ينوب عنهم عبر صناديق توافق عليها وكانت عنوانا لمكتسبات فبراير إقبال لا تشوبه شائبة وليس ثمة تزييف ولا دفع إلى اختصار المشهد في شخص واحد لا غير وكيف ذلك؟ وما أخرجهم إلا رفض حكم الفرد وتسلطه طيلة أربعة عقود ويستدير الزمان بعد ثلاث سنوات من التيه والإرباك ليتمخض عما سميت بعملية الكرمة نتاج ما كان يخطر على بال من خرج في فبراير ولا من بذل مهجة نفسه لنيل الحرية لكن أن تظهر دعاوة ديكتاتورية المبطنة من بوابة التفويضات المعلنة يراه كثير من المتابعين ليس سوى عودة بالبلاد إلى الوراء وانحراف عن المسار الصحيح واختزال المشهد في شخص واحد لا غير تعيين المشير يعني قيام الدولة تعيين المشير يعني الجيش يعني الأمن يعني الأمان يعني قيام دولة القانون يعني رجوع الأمور والحقوق إلى أهلها أي تفكير خاضي المشير هو خياننا للوطن وفي الوقت الذي تتواصل فيه جلسات الاتفاق السياسي في تونس تستمر خيام التفويض التي يقيمها مؤيد مجرم الحرب حفتر في شرق البلاد لتضع التساؤلات أمام كثير من المراقبين عما يرعى لقاءات تونس الأخيرة أين موقفها ممن يزعم القبول باختيارات غيره وهو يسوق الجموع لتفويضه ليمارس السلطة بعيدا عن أي توافق أو بحث عن مشتركات لتخرج البلاد بوفاق تمخض بعد تشاور وتبادل للأراء ليرجع الأمر للرأي الواحد كما كانت نرجسية الدكتاتور الأول بصلا هو فاشي هو دكتاتور يعني لينتمي لمنظمة دكتاتورية لا فيش ديمقراطية في العسكرية ما ما زال أوامر أنت تموت أنت تموت هنا أنت تموت في مكلف لاني أنت أطلع من هنا أنت أطلع من هنا ما فيه بتقول لا أعدام